اغرب حاجة عمال اسمعها النهاردة بقى ان فريرا راجع تسريبات تسريبات فريرا خلاص وراجع وقعد وكابت القسامة واتفقوا بيعودوا باتفقوا وبتاعوا وخلاص يدخل فريرا هذا الجبروت ذو الازرع الحديدية المسيطر والبوب والبروف وجده والرجل القوي والرجل الحديدي والمدرب ذو الشخصية العظيمة وابلا بلا بلا كل الكلام العظيم اللي بنردده ده فجأة الزمالك بيقول لك راجع من غير جهازه اللي هو اختاره راجع وهو السفقات غزبا عنه حيقبلها راجع والكابتل قسامة نبيه معاه مع انه مش شامن شهر راجع بصلاحيات لقسامة نبيه غزبا عنه راجع بعد ما اقيل راجع في الوقت اللي يقول له عليه النادي بعد ما اتشفاركو قبل ما اتشفاركو طب راجع يعمل ايه ده كمان لدرجة اللي احنا وصلنا لمرحلة ان فيه كلام انه بيجهزوا عقد جديد لفريرا يزودوا مرتابه شوية بس يشيلوا منه الشرط الجسائي ده على اعتبار ان فريرا ده كان ايه يعني 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 اش عايز اتكلم طبعا محدش سأل فريرا وفريرا ما صرحش يعني كل الكلام ده صادر بس من طرف وعد وانا دي الزمالك تسريبات 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 طول الوقت لكن فريرا نفسه تكلم في الموضوع ما تكلمش خالص هل يتحمل فريق الزمالك كل الاحداث دي ده موضوع كابتن قسامة نبيه الله يكون فعول انا اعتقد قسامة نبيه دلوقت بشد في شعره انا متصور كده ان الكابتن قسامة نبيه بينه وبين نفسه حبه للزمالك وطبعا احساسه بالزمالك مخليه يعني مش قادر يتراجع عن المهمة بس هو من جوه اكيد حينفجر لانه ده مش جوه ابدا يدي فيه مدرب او يدي فيه يعني او يظهر فيه نتيجة طموح لنادي او للعيبة او لمدرب جديد او قدف انها جديد